ومعنا هاتفيا الآن من بيروت عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق مرحبا بك معنا حضرة الوزيرة على الشاشة القاهرة الإخبارية ما الذي يقرأ سياسيا الآن ضمن هذا التصعيد الذي يسجل لأول مرة لا شك ما قامت به إسرائيل هو اليوم تصعيد خطير على اعتبار أن قواعد الشباك أرادت أن تتجاوزها لتشمل منطقة بعيدة عن الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة وهي في منطقة البعلبك التي تبعد عن الحدود اللبنانية 100 كم إذن القرار الذي اتخذته إسرائيل هذا يعني توسيع نطاق العمليات العسكرية وهذا ما سيترتب عليه فيما بعد من تداعيات سياسية على إسرائيل خاصة وأن المقاومة لن تسكت وهي قالت أنها ستواجه الفعل برد الفعل ولكن ما قامت به إسرائيل اليوم هو أنها تريد ووجهت رسالة للجميع أنها لن تكتفي بغزة وإن توقف وقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا لا يعني أن وقف إطلاق النار سيشمل مع الجبهة اللبنانية إذن نحن اليوم أمام مفترق طريق أمام مرحلة جديدة من تصعيد العسكري الذي قامت به إسرائيل اليوم في منطقة البعلبك أيا كان الموقع الذي سهدف موقعا مدنيا أو غير مدني هذا يعني أن إسرائيل تريد أن تذهب بعيدا في حربها لتشمل المناطق اللبنانية ككل عندما تضر في بعلبك أصبحت الآن بإمكانها أن تضر في أي مكان ولكن هذا لا يعني أن يد إسرائيل مطلقة أو يد إسرائيل لا تواجه برد فعل وهذا ما قامت به على الفور اليوم المقاومة وأتصور يعني أن المقاومة أو على لسان أمينها العام يعني صرح أكثر من مرة أن كل عمل عسكري سيواجه بعمل مماثل إذن هذا الأمر يطرح تساؤلات كثيرة هل العمليات العسكرية ستتوسع لتشمل أكثر من منطقة يعني تتعدى إطار موقع الشباك مع إسرائيل لتشمل أماكن أخرى هناك مناطق عديدة في شمال إسرائيل لم تستهدفها المقاومة حتى الآن والسؤال الآن حضرة الوزير هل لبنان سياسيا الآن وقتصاديا جاهزة لتعامل مع هكذا سيناريو الحرب مفتوحة مع إسرائيل يعني عندما تفرض عليه الحرب المقاومة ستقوم بواجباتها ونحن لا ننسى عام 2006 رغم أن إسرائيل شنت عدوانها الواسع النطاق لم تحقق هدفها وكان في ذلك الوقت على المقاومة أن ترد ولكن اليوم إمكانيات المقاومة أكثر بكثير مما كانت عليه سنة 2016 وأيضا أن المواقع في داخل إسرائيل عليها أن تتحمل ما يترتب عن أفعالها هناك البنشآت الاقتصادية ليست بمنأة في إسرائيل بمنأة عن صواريق المقاومة وأيضا الترسانات العسكرية والمطارات وكل شيء يعني الفعل له رد فعل والتوازن في الرد هو ساري على قدم وصاص خصفت اليوم إسرائيل في بعلبك المقاومة بكل تأكيد ستقصف في أماكن أبعد من الأماكن التي كانت تقصف ماذا على مستوى الساحات العسكرية حضرة الوزير لكن ماذا عن الساحات السياسية والدبلوميسية؟ الساحات السياسية هناك هل إسرائيل تريد أن تفجر المنطقة ككل خاصة بعد أنها لم تحقق هدفها العسكري وهدفها السياسي في غزة؟ وهناك مسؤولون إسرائيليون يقولون وحتى أمريكيون أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حتى الآن فشلت إذن هل تريد إسرائيل أن تنقل المكان إلى موقع آخر وتجر الولايات المتحدة إلى جانبها لمشاركة في عمليات حربية واسعة النطاق؟ نحن نعلم اليوم أن الولايات المتحدة التي تنسق مع إسرائيل وتدعم إسرائيل بالمطلق مالا وعتادا واستخباراتا وكل شيء إذن ترى إسرائيل والولايات المتحدة هدفهما واحد تصدي للمقاومات في المنطقة يعني هناك مصلحة مشتركة بين الطرفين أن القضاء على المقاومة كانت في لبنان أكانت في العراق أو القضاء على النظام في سوريا يعني هذه عملية عند إذن ستشعل المنطقة ككل وستجر الولايات ولا يستطيع أي مسؤول ولا يستطيع أي خبير أن يحدد من الآن ما الذي ستترتب في المستقبل العمليات التي قد تحضر إذن نحن أمام مشهد جديد اليوم هل ستكتفي إسرائيل بهذا العمل وأيضا المقاومة ستكتفي أو أنهم سيعودون إلى قواعد الاشتباك السابقة علينا أن ننتظر لا نستطيع أن نضع أنفسنا الآن مكان ما إسرائيل وما يفكر فيه القادة الإسرائيليون وأيضا لا نستطيع أن نضع أنفسنا مكان المقاومة وما تفكره المقاومة على اعتبار أن هناك اختصاصيون عسكريون هم الذين يحددوا أطر الرد وكيف يتفعل لكن أقل في تنسيق بين المقاومة والمستوى الرسمي في لبنان حضرت الوزير طبعا الدولة اللبنانية تقف إلى جانب المقاومة وهي تعرف أن إسرائيل تمارس اعتداءاتها ليس منذ أربعة أشهر ونصف عندما اندلعت طوفان الأقصى إسرائيل تمارس اعتداءاتها اليومية منذ عام 2006 عندما بعد العدوان وبعد صدور القرار 1701 إسرائيل باستمرار تمارس الخروقات البرية والبحرية والجوية وتقوم بعمليات عسكرية داخل لبنان عبر عملائيا عبر الجواسيس وهذا أمر معروف لذلك الدولة اللبنانية لا يمكن أن تنفصل عن ما يجري اليوم في جنوب لبنان لكن إلى أي حد ضمن المتابعة العسكرية الآن في تحليل عسكري والستراتيجي قبل دقائق تحدث إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور أمين احتياط بأن هكذا أفعال من قبل إسرائيل هي محاولة لجر حزب الله للرد وربما لحرب قد تكون أكبر نطاقا من ما نتابع هل على المستوى السياسي حزب الله المقاومة جاهزة كما هي جاهزة عسكريا؟ طبعا أولا المقاومة هي جزء من النظام السياسي اللبناني ولها تمثيل داخل المجلس النواب وفي الحكومة اللبنانية لا يمكن اليوم أن نصل القرار السياسي عن القرار العسكري القرار العسكري أخذ ولا يمكن التراجع على اعتبار لكنه كان في ضغوط كان في مبادرات تابعناها كان في زيارات على المستوى الدولي الأمريكي الفرنسي لمحاولة منع أي تصعيد على الأقل من قبل حزب الله لا التصعيد لم يحصل من قبل حزب الله التصعيد الذي حصل اليوم هو من قبل إسرائيل والمقاومة حافظت على قواعد الإشباك منذ اليوم الأول ولكن إسرائيل أرادت أن توسع نطاق العمليات قصفت شمال الليطاني قصفت في صيدة قصفت في كاف الرمان قصفت في النبطية وتوسعت لتصل اليوم إلى بعلبك إلى البقاع شمال يعني شمال البقاع الغربي إلى بعلبك ضمن ما نتابعه حضرة الوزير الآن من معطيات وهذا التصعيد الإسرائيلي برأيك ما هو مستقبل القرار سبعة عشر سفر واحد سبعة عشر واحد يعود إلى مجلس الأمن الذي هو يستطيع أن يحدد من الذي يخرق هذا القرار القرار 1701 احترمته المقاومة احترمه لبنان ولكن منذ اليوم الثاني لقرار 1701 الذي أصره مجلس أمن وجدنا أن إسرائيل باستمرار يوميا يوميا تخرق الأجواء اللبنانية وأكثر من ذلك تستخدم الأجواء اللبنانية لقصف مواقع في سوريا تقوم بالاعتداءات على مطار دمشق وعلى مطار حلب من خلال الأجواء اللبنانية إذن هذا يشكل اعتداء سافر على لبنان من خلال استخدام أجوائه وأيضا من خلال خرق أجوائه وبحره وحدوده المسألة تتعلق بإسرائيل وهذا العدو نحن نعرف جيدا يعني نحن تعاطينا معه خلال عقود هذا لا يحترم المواتيق ولا يحترم العدود ولا يحترم الاتفاقات الدولية انظروا ما الذي حصل بالكنيسة الإسرائيلي رفض بالمطلق الدولة الفلسطينية إذن من أجل من تم توقيع اتفاق أوسو واتفاق وي ريفر واتفاق كام ديفيد وكل ذلك أطاح بالمجتمع الدولي وأطاح نعم حضرة الوزير سؤال الأخير لحضرتك لو سمحت يعني عندما نتابع هذا التصريح لوزير الحرب الإسرائيلي وآف جالانت من أنه إذا حتى ما حدث أي اتفاق لهدنة جديدة بين حماس وإسرائيل فإن حزب الله لن ينعكس على العمليات ضد حزب الله وكأنه فصل إسرائيل فصلت جبهة غزة عن جبهة حزب الله هذا التصريح كيف يقرأ سياسيا؟ يعني هو يقرأ طبعا عسكريا على نطاق استراتيجي وربما على نطاق أنه فيه سيكون عمق في تنفيذ العمليات العسكرية لكن سياسيا كيف قرأته؟ سياسيا يعني كما قلت أنه اليوم إسرائيل تريد أن توسع من نطاق عملياتي حتى تنتزع قرارا سياسيا لبنانيا يصب في صالحها وهذا الأمر لن يحصل وقد يستدعي الأمر إلى تدخل دول أجنبية كالويات المتحدة أو دول أوروبية من أجل تهديئة الأوضاع ووقف إطلاق النار ولكن في المجال السياسي لبنان الرسمي بكل تأكيد هو إلى جانب المقاومة ولا يستطيع أن يتخلى عن المقاومة لأنه إذا انفصل القرار السياسي عن القرار العسكري للمقاومة هذا يعني شرخ كبير في الداخل اللبناني وقد يؤدي إلى تأثير سلبي جدا على الواقع الداخلي اللبناني أشكرك جزيلا كنت معنا من بيروت هاتفيا عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق